تشات جي بي تي طبعاً ده أصبح يعني ينافس الدلافين باعتبره صديق الإنسان أصبح من ساعة إطلاقه الصديق الأقرب لأي حد عاوز يسأل على أي حاجة طبعاً المسألة مش إن أنا بخش على تشات جي بي تي وتروحها مثلاً تقوله أنا عايز كذاً يعني ما هواش في النهاية جني المصباح أو لازم تعمل أو تتعلم حاجة اسمها prompt engineering تتعلم إزاي بتكتب الأوردر أو الكوماند علشان خاطر تشات جي بي تي يطلع لك النتائج المرجوة وبتعمل أكتر من prompt علشان خاطر تقدر توصل للي أنت عايزه إذا صاح التعبير المشكلة واللي بظن أصبحت بتقرق الكاتيرين وتحديداً الأكاديميين يعني أو المعنيين بالشأن الأكاديمي إنه اللي لي واللي ملوش هيقدر يقدم أبحاث مثلاً اللي لي واللي ملوش هيقدر يقدم طرح وممكن يبقى ملوش فيها خالص ويقدم لك ورقة أو بحث أو ملف ما يخرش بمية بس هو مش فاهم منه ولا كلمة وده شيء مخيف جداً بالمناسبة وبعدين أنا بعض أفكر اللي هيعمل حاجة زي كده هيعرضها إزاي يعني هيعمل بريزنتيشن إزاي وهو مش فاهم اللي مكتوب مش فاهم دي بتبقى مسألة برضو تقرق الزهن وبعض أفكر في إنه هل التولز أو الأدوات المتعلقة بالذكاء الإصطناعي أشهرها تشات جي بي تي طبعاً وفيه مئات بل كل آلاف الأدوات دلوقتي تقدر تعمل كل حاجة يعني أنا أتخضيط لما لقيت فيه بلاتفورم برضو بيشتغل I.O بيعمل حاجة اسمها Voice Cloning بمنطقة البساطة أنت بتروح مديله صوت صوتك صوت أي حد وبتروح عمله upload على التول أو على الأداء أو على الweb site يعني ومش هقولوك اسمه إيه وعشان ما تستخدموهش لأنه دايما أخشل لاستخدامات الخطرة يعني وتكتب له سكريبت طبعاً تديت له سامبل اديت له عينة وتدي له سكريبت اللي هيتقال يروح نطلع لك زي ما هو ودي مصيبة شديدة الخطورة طيب معلومات أو مركز معلومات مجلس الوزراء استعرض الحقيقة المميزات والمخاطر يعني الجانبين في التطبيقات بتاعت الدكاءة الإصطناعي وأبرزها تشات جي بي تي وقالوا هناك تهديد للبحث العلمي وهي وسيلة قد تستخدم للغش